هل صحيح أنه ينبغي لنا أن نقول بسم الله عند صب الماء الساخن؟ الجواب نعم فقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل يا شيخ نقول بسم الله عند صبنا الماء الساخن؟ وذلك خشية أن يكون هناك جني في المكان الذي صب فيه الماء فأجاب رحمه الله نعم يسمي الله وذلك ليتنبه إن كان هناك جني ثم قال قد حضرت مرة جلسة قراءة على شخص مصاب بمس فقال الراقي مخاطبا الجني المتلبس بالإنسي لما تلبست به فقال الجني لقد صب الماء الساخن على أحد أبنائي فقتله فقال الراقي إنه لا يعرف أن ابنك في ذلك المكان فقال الجني لما لم يسمي الله فيتنبه له فالأمر إذن جد خطير فانتبهوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات وبلغوا بها إخوانكم وأخواتكم وأباءكم وأمهاتكم وحفظنا الله وإياكم من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله